حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا وقلبي ليه تباتل مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياما دعاء الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته وأزواجه والتابعين ثم أما بعد إخوة الإيمان أحييكم تحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فأقول السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أن وفقنا وإياكم بأن نعيش فيها بعد انقضائي اليوم الأول من رمضان أعيش وإياكم إن شاء الله عز وجل في اليوم الثاني من رمضان لأجياء الألتقي وإياكم عبر هذه الأثير أو عبر هذه العدسات الكاميرا التي تسنى وتدخلنا إلى بيوتكم بغير استئذان فأذنوا لنا أن نتحدث وإياكم إن شاء الله عز وجل كيف نستقبل رمضان كيف نعيش أيام رمضان ما هي وظائف هذا الشهر أو ما هي وظيفتي أنا وإياكم جميعا في هذا الرمضان بعون الله إخوة الإيمان أنا أحدث الوالدين والآباء والإخوان والأصحاب والخلال وجميع الناس والنساء والرجال لأن الدنيا هذه فرص أنا أخبركم هذه الدنيا فرص والذي لا يحسبها جيدا قد يخطئ خطأا جسيما في تفويت الفرصة والفرص لا تأتي دائما لأنها تأتي فقط مرة أو مرات ولذلك فرصة أنك تعيش وأنك حي في رمضان لابد أن تحسبها حسابا دقيقا جيدا وصي إخواني وأنا الذي كنت قد ارتلت عليكم في المرة الماضية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن القضية لا تحتاج منا أن نخفي على بعضنا البعض أول وظيفة لابد أن نحسبها حسابا جيدا كن مخلصا في رمضان كن مخلصا في وقت السحور لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السحور لأن فيه تعقد النية النية تعقد في وقت السحور وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زالت أمتي بخير ما أخرت السحور وأجلت الفطور وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بيننا وبين صيامهم السحور أو السحور السحور الذي هو ذلك الطعام الذي نأكله في وقت السحور في الليل يعني في الوقت المتأخر من الليل قبل الفجر فالأمة ما زالت بخير ما أخرت السحور أو نخالف اليهود ونخالف المصارى كما جاء في السنة بأن نؤخر السحور الذي هو فيه تعقد النية دعني من الخلاف لو لدينا تكلفة مسألة الخلافية التي هي مثلا تعجيل عفوا تعجيل السحور أو تأخير السحور كيف يكون المقدار الذي يكون فيه الاستحباب السنية لكن أنا غرضي من هذا الكلام هو عقد النية أو هل النية رمضان تكفي فيه نية واحدة في الليل أو كل يوم نجدد النية في كل سحور أو في كل ليلة هذه مسألة موجودة فيها خلال بين الفقهاء قلت لكم أنا عندي الوقت يسير جدا عشر دقائق لابد علي أن أمر فيه رسالات رمضانية أو رسائل رمضانية والوقت وهذا الموضوع عصلا عنوان رسائل رمضان لا يحتمل منه أن نتكلم فيه جزئية بشكل دقيق فإخوة الإيمان أنا أكلمكم أقول لكم الإخلاص مسألة مهمة الله سبحانه عز وجل قال إلا الذين آمنوا عمنوا الصالحات وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين لابد من الإخلاص الإخلاص فرد حتم يعين لابد لكل مسلم أن يعقد الإخلاص في قلبه تقول خلصت العسل من اللبن أي صفيت العسل من اللبن لابد عليك أن تصفي يا أخي اللبن من العسل بمعنى أن تخلص قلبك من الرياء وتجعل الإخلاص إلى جانب وما سوى الله سبحانه عز وجل إلى الجانب الآخر قال أحدهم يقال أنه الحسن البصري عليها رحمة الله يقال الإخلاص سر بين العبد وبين ربه احفظها جيدا الإخلاص سر بين العبد وبين ربه لا يعرفه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا خليل أو محب أو صاحب فيطير به جهرا بين الناس يكشفه للناس إذن الإخلاص هذا مسألة مهمة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال إنما الأعمال بالنيات لابد أن تعزم تعقيد النية أن يكون العمل لوجه الله أنت لا تصوم للناس يا أخي في الله أنت تصوم لله عز وجل عرفت هذا؟ خلاص الحمد لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتيا لله رب العالمين اجعل هذا لله عزل لله رب العالمين وجه قلبك لله عز وجل لا توجه قلبك للناس الناس لا يفعلون لك شيء لا يصنعون لك شيء لا يقدمون ولا يؤخرون لا يضرون ولا ينفعون ولذلك لابد بعد علمك هذا أن تعقد النية لله عملي لله صلاة لله صيام لله عمرتي في رمضان لله وفي غير رمضان لله حجي لله زكاة لله سلوكات لله كلامي لله سكوتي لله إذا علمت هذا هذا كل شيء إن شاء الله الوظيفة الثانية احفظها جيدا التوبة النصوحة أو التوبة النصوح وظيفة مهمة جدا الله سبحانه وعز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمن توبوا إلى الله توبة النصوحة ينادين ربنا بصفة الإيمان ثم يطلب من النصحة ثم يطلب من التوبة النصوحة ما معنى التوبة النصوحة التوبة الخالصة التي ليس فيها تردد ليس فيها شك ليس فيها لعب ليس فيها مراوغة ليس فيها إقبال وإدبار وذلك يقول ربنا سبحانه وعز وجل توبوا إلى الله توبة النصوحة ويقول ربنا سبحانه وعز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكأن التوبة النصوحة أو التوبة تؤدي إلى طهر القلب وإلى طهر الذات وإلى طهر الذهن حتى يصير عندنا أفكار إيجابية ويكون عندنا في قلوبنا إحساس إيجابي وعواطف أيضا إيجابية فالعواطف الإيجابية لابد أن تصنع بماذا؟ بالتوبة النصوحة وتصنع قبل ذلك بالنية أو بصناعة النية والنية هذه يا جماعة هي الطاقة الإيجابية الموجودة في صدر الإنسان في قلب الإنسان وبها يحصل ما يسمى إذا صلحت يحصل معها شيء كثير بعون الله عز وجل الوظيفة الثالثة بعد التوبة النصوحة إن شاء الله أسأل الله أن يزقنا وإياكم التوبة النصوحة وكثرة الاستغفار بل اللهج بالاستغفار بعون الله عز وجل عندنا ما يسمى بإفطار الصائم هذه وظيفة مهمة كانت قديمة في بلادنا الحمد لله متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية ومتع الله الأباء والأجداد بالصحة والعافية كانوا يصوموا أو يفطرون الصائمين والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال من فطر صائما فله أجره سبحان الله وإذا بدأ من إحياء هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس لمائدة فطور أو فطور إلا وقد أجلس معه بعض الفقراء وبعض أصحاب والإخوان وهذه السنة فيها أجر عظيم كونك أنك تسعد الناس بالإفطار ثم كونك تسعد هذا ليس بشيء سهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح أيضا رواه مسلم قال من فطر أو من لسرون أدخله على مسلم خير لي أن أعتكف بمسجد هذا شهر أو شهرين لذلك الوظيفة الثالثة بعد أفطار الصائم وهي مهمة جدا اعلم يا رعاك الله أنك تحتاج إلى الوظيفة التي بعدك تلاوة القرآن وظيفة مهمة جدا أكثر من تلاوة القرآن هذا الشهر أنزل فيه القرآن لا مجلل الفقهيات إلا بقدر ما تعلم وتفتي الناس أو ترشد الناس أيها المفتية أو المعلم أما الناس حياتهم يجعلها مع القرآن طيل 30 يوم حتى يختمط القرآن إن شاء الله عز وجل مع هذه الأجساد ومع هذه القلوب ثم يتخمر إن شاء الله في هذه العقول ويصال الإنسان لا ينتقوا إلا بالخير ولا ينتقوا إلا بالحكمة أسأل الله عز وجل إن شاء الله يجعل الحكمة إن شاء الله نتحدث عنها تزور هذه القلوب إن شاء الله في هذا الشهر العظيم الطيب المبارك أسألوا أن تقبل الله منه ومنكم سيامنا وصيامكم مقبول وإن شاء الله يجعلنا قيامنا وقيامكم إن شاء الله فيه من الأجور ما يعلمها إلا علام الغيوب والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي لي تبتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي لي تبتل سياما دعاء الصلاة وقلبي لي تبتل سياما دعاء الصلاة